ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع اللجنة العليا رقم 31 المصرية الأردنية المشتركة اللي خلالها تم توقيع عدد كثير من البروتوكولات الثنائية في عدد من المجالات شايف ازاي ترأس دولة رئيس الوزراء لهذا الاجتماع تحديدا في العاصمة الأردنية عامل هو طبعا احنا في الوقت الحالي لازم نبعارفين من العلاقات المصرية الأردنية علاقات في قمة التميز بينه وبعضه فيه توافق وتطابق فيه وجهات النظر في كافة القضايا اللي بتمس المنطقة وعلى رأسات طبعا القضايا الفلسطينية وقضايا المنطقة بشكل عام وتطابق وجهات النظر ده مش على مستوى الاقليم فقط أو على مستوى المنطقة فقط ولكن على المستوى السنائي بين الدولتين يعني هذا الاجتماع هو الواحد الثلاثين ما فيش أي اجتماع تم تأخيره أو تأجيله لا كله في المواعيد المحددة بيتم تنفيذ هذه الاجتماعات طبعا التكامل والتنسيق بين مصر والأردن هو على أعلى المستويات كان فيه قبل كده عمليات الربط الكهربائي مع الأردن أيضا خطوط الغاز في حالة حدوث أزمات التنسيق في المجالات يعني مبارح شوفنا فيه أكتر من مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها فيه مختلف المجالات التوأمة أو التنسيق بين الهيئات والوزارات داخل الدولتين يعني فيه حد على مستوى الإعلام التنسيق بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الأردنية على المستوى السياحة على مستوى الوزارة الأوقاف العديد من المجالات تم التنسيق بين مصر وتوقيع ومذكرات تفاهم بين مصر والأردن في هذا المجال إذن زي ما بقول لحضرتك أن التنسيق والتوافق بين مصر والأردن كبير جدا وعلى كافة المستويات ووجود رئيس الوزراء ولقاءه بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن وأيضا رئيس الوزراء الأردني كل دي تؤكد على متانة العلاقات بين مصر والأردن على تقدير كبير من مملكة الأردن للدولة المصرية والعمل على التنسيق معها في كافة المجالات وزي ما احنا عارفين على مستوى القيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني في لقاءات كثيرة تمت منذ عام 2014 لغاية الوقت لقاءات مستمرة لقاءات ودية حتى مش لقاءات سياسية على مستوى سياسي لقاءات أخاء أخاء أخوة ومحبة بين البلدين أيضا كل ده من أجل التنسيق لكل الأمور الداخلية في الدولتين وأيضا التنسيق على المستوى الإقليم احنا شايفين في الوقت الحالي أن فيه أزمة عالمية كبيرة جدا اقتصادية كبرى هذه الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على اقتصادات العالم وأحداث التضخم كبير في كل دول العالم وأنا شايف في الوقت الحالي أن التكامل الاقتصادي العربي العربي والتكامل بين الدول العربية هو سبيل الأمثل للخروج من هذه الأزمة وعدم الاعتماد على الدول الأخرى لأن الدول الأخرى أيضا عندها أزمات اقتصادية اللي هي الدول الكبرى والدول الاتحاد الأوروبي وخلافه فيجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي عربي من أجل الخروج ومن أجل عبور هذه الأزمة بشكل كبير وهو دي السياسة والاستراتيجية اللي ماشي عليها الدولة المصرية في الوقت العام ويمكن ده مش باين بس في العلاقات وإن كانت هي علاقات وصلت لمستوى أرحب وتعزيز لهذه العلاقات تحديدا مع الأردن الشقيقة ونعلم جيدا أن العلاقات بين مصر والأردن هي علاقات لها جذور تاريخية ولها باع طويل سواء كان في السياسة والاقتصاد وكل الملفات ومؤخرا أيضا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي علاقات أخوة تجمع البلدين ولكن دائما ما تكون العلاقات بين الدول هي علاقات مبنية على المصالح المشتركة لكل الجانبين أو لكل الطرفين ماذا تريد الأردن من مصر وماذا تريد مصر من الأردن هو عايز أقول لحضرتك المصالح المشتركة بالطبع لازم تبحث كل دولة عن مصلحتها الوطنية في طامة العلاقات السنائية بين الدول لازم نكون عارفين أن مصر والأردن دولتين للتنسيق الكامل بينهم في مجال مثلا للتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لأن الاستقرار والأمن هو الهدف الأول من أجل التنسيق الشاملة في المنطقة إحنا عندنا قضية مهمة جدا هي القضية الفلسطينية اللي هي بتخص الدول العربية وهي في قلب وعقل طبعا الدول الفلسطينية تنسيق دائما ما بين الدولتين لمصلحة القضية الفلسطينية لمصلحة القضية الفلسطينية وشايفين التحركات الكتيرة اللي بتقوم بيها مصر وبتقوم بيها أيضا بالتنسيق مع الأردن من أجل عادة الاستقرار من أجل الوصول إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإن حل الدولتين وإن يبقى القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والعودة على حدود 4 يونيو 67 هو ده هدف وتطابق بين مصر والأردن في هذا المجال إذن تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط الدولتين هدفهم كده أيضا مع العراق وإحنا عارفين أنه فيه تعاون سلاسي بين مصر والأردن والعراق من أجل تحقيق الاستقرار الأكثر في العراق من أجل دعم الدولة العراقية إنها يبقى فيها حالة هدوء يبقى فيها حالة استقرار العمل على التنمية والشاملة داخل دولة العراق لأن أيضا الاستقرار في العراق والتكامل من مصر الأردن العراقي ده يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وزيادة التكامل بين الدول بينها وبين بعض على الجانب الآخر أيضا فيه علاقات تجارية كبيرة بين مصر والأردن وأيضا علاقات اقتصادية فيه جالية مصرية كبيرة في الأردن فيه العمالة المصرية المتواجدة في الأردن إذن التنسيق على كافة المجالات وعلى كافة الأوجوة يعني فيه عملية الرابط الكهربائي بين مصر والأردن أيضا خط الغاز اللي بيتم التنسيزه في الوقت الحالي اللي رابطه مع الأردن والعراق زي ما بقول لحضرتك التكامل على كافة المستويات وعلى كافة الأوجوة بين الدولتين وهذه العلاقة تحقق المصلحة الوطنية للأردن والمصر أيضا التكامل بقى حاجة بتتكلم بها يا أساس جميل هل هذا التكامل فعلا هو تكامل بيتم من خلاله الاستفادة من التجارب النجحة في كل دولة وتنفيذها على أراضي كل دولة؟ هو بالطبع التجارب النجحة دي يجب يعني هي التجربة دي فكرة والفكرة بتنفس بتبقى تجربة وبيتم تنفيذها على الأرض طبقا لإمكانيات أي دولة فأعتقد أن التكامل بين الدولتين من خلال نقل التجارب ده شيء مهم جدا إحنا في الوقت الحالي مصر لديها تجربة مهمة جدا في عملية التنمية الشاملة داخل مصر مصر تمتلك عملت بنية تحتية قوية في المجال الاستثمارات ومجال جذب الاستثمارات الخارجية فنقل الخبرة دي إلى الأردن أعتقد أن دي فيها استفادة كبيرة جدا للأردن الاستفادة من الخدمات اللي بتقدم داخل الدولتين طبعا بيتم الاستفادة من الدولتين أو نقل الخبرة ديها العمل على المساهمة في عمليات التنمية في سروات كثيرة في الدولتين تم أيضا من خلال الخبرة في دولة معينة الاستفادة منها في الدولة الأخرى إذن في استفادة كبيرة جدا من العلاقة مع الأردن هي علاقة أمن قومي أيضا بمفهومه الشامل على كافة المستويات إذن التكامل والعلاقة المتربطة القوية بتعوب بالنفع على الدولتين وبتعوب بالنفع أيضا على الشعبين من خلال هذا يمكن التكامل ده احنا شفناه يمكن زي ما حاجة ذكرت أن دايما في عز الأزمات ما يكون الحل عربي عربي وده اللي بيتم من خلال لجنة ربعية الموسعة اللي بتضم مصر والإمارات والأردن والبحرين وغيرها من الدول التي انضمت مؤخرا بهدف الاستفادة وتعظيم الاستفادة من الموارد التي تمتلكها كل دولة لتحقيق الرخاء والنمو لشعوب هذه الدول والتكاتف والتضامن في عز هذه الأزمات بنشكر حقيق الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام على هذا اللقاء شكرا لك شكرا لحمد الدكتور